قالت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن الحجزات ونسب الإشغال في فنادق الإمارة ارتفعت إلى 100% في عطلة عيد الفطر المقبل وأشارت إلى أن أكثر الجنسيات المتوقع قدومها إلى دبي في عطلة العيد تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لسيما السعوديين والكويتيين والقطريين وأوضحت أن فعاليات احتفالية العيد في دبي التي تنظمها المؤسسة أسهمت في تنشيط القطاعات الاقتصادية مع تزايد أعداد السياح القادمين إلى دبي